بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان عندنا هرم اسمه عرم الترقي الزواجي بنستدعيه وإحنا بنيجي في حلقات يوم الحد عشان نتكلم على كيف نطور حياتنا الزوجية صحيح أننا مش قصدين في كل حلقة أن احنا نتكلم عن مشكلة لكن قصدين أن احنا نرتقي ساعات بنتعامل مع المخاوف الزوجية وساعات بنتعامل مع المشاكل الزوجية من أهم المخاوف اللي بتحصل للأزواج وخاصة في بدايات الزواج وفي السنين الأولى وساعات بتحصل بعد مرحلة معينة تحصل بعد عشر السنين مثلا أن في أزواج وزوجات بيخافوا أنهما لما يتحولوا من الأنا للنحن آه في الناس بتتأخر على فكرة بتتأخر شوئتين تلاتة أنهما يتحولوا من أنا وانتي إلى نحن فبعض الأشياء اللي بتخليهم ما يروحوش من أنا وانتي إلى أن احنا الأسرة بيبقى فيه حاجات كتيرة بتخوفهم من ضمنها اللي احنا نتكلم عن النهاردة اللي هو إيه أنا خايف أتلاشى ما يبقى ليش وجود وتتمحي شخصيتي وتذهب هويتي وبقى إنسان ما ليش لازمة وإنسان ما ليش وجود والتخوف ده بيبقى تخوف أساسي عند الشخصيات المستقلة إن الزوج أو الزوجة يكونوا شخصيات مستقلة يخافوا قوي من إنهم ما يتلاشوا أنتوا سمعيني دلوقتي هتقدروا تحسوا بدا وأنا عارف إن فيه صور وأحداث بتحصل في أزهانكم دلوقتي بتشوفوا فيها إن قد يكون مرة علينا ده وهناك أزواج على فكرة وزوجات بيحاولوا عشان ما يحصل لهمش هذا التلاشي إنه هو يعملوا إيه يستدعوا قوات أجنبية يستدعوا الأسر من أطراف خارجية عشان يدخلون في الأسرة عشان يساعدون في إنهم ما ينمحوش علشان أثبت إن أنا مستقل وإن أنا مسيطر فممكن يجيب والدته تساعده على السيطرة في البيت أو تجيب والدها يساعدها على السيطرة في البيت فييجي والدها يقول له على فكرة بنتي كيت وكيت 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 والدته تيجي تقول لها ما ينفعش يتعامل ابن بالطريقة الفلانية دي طب ليه عشان كل واحد خايف هو خايف يبقى جوز الست وهي خايفة إن هي تبقى زي قطعة من قطع البيت الخوف ده بيخليهم يعملوا كده وفي الوقت ده بيبدأ الزواج اللي هو مبني على المواد ده والرحمة يا تلاش ويجي مكان المواد ده والرحمة السراع وإرادة الحصول على النفوذ في البيت وعشان كده بنقول للمقبلين على الزواج وبنقول كمان للمتزواجين إن من أكتر الحاجات اللي بتكون مهددة في أول الزواج هي فكرة السراع على القيادة ومين المعيار في البيت وبنقول لأزواج حديث الزواج في أول الزواج واحدة واحدة على نفسكم أربعوا على أنفسكم واحدة واحدة لأن ساعات الزوجين الجداد بيكون صورة الولدين في الأسرة المنشأ بيحاولوا يكونوا النسخة منها فتبقى نسخة من والدتها وهو يبقى نسخة من والدها من والده فأنت داخل على فكرة لازم نقوله أنت داخل على فكرة على الجواز وإنت على فكرة ما عندكش رخصة أنت بتقود سفينة ضخمة اسمها الأسرة وإنت ما عندكش تأهيل لزواجي حقيقي فده طبيعي إن يحصل لك المشكلات دي وإن هي تتعالج لكنه خطر جدا 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 أن أنت تشوف أنه ما فيش مشكلة التلاشي بقى الزواجي اللي احنا بنتكلم عنه أن كل واحد يحس أنه بيتلاشي معناه إيه أن كل واحد يحس أنه بيدوب وبيتماهى وبيحصل له تحليل يتحلل كده فعشان كده بنقولهم الزواجي ليس فقط في الالتقاء العاطفي والجنسي وأن كل واحد فينا يحصل انبساطه في الجواز لكن احنا لازم نعرف ونقول حاجة مهمة جدا هو أنا لسه هروح أتعلم علشان أتجوز دي عبارة بنسمعها كتير أوي 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 أو أنا هروح أتعلم عشان أتخلص من مخوفي في الجواز ما أنا متجوز بقالي سبع سنينة والجواز شغال يعني مع أضراب شفوشي هو الحقيقة أنت الجواز عندك بعافية شوي ولذلك حضرت النبي من أول المسألة قال من استطاع منكم الباقة فليتزوج ولازم كمان نعرف أن الجواز من أكتر الحاجات أن الواحد فيها لازم يتطور ويتغير شوف سيدنا عمر تطور لدرجة أنه بقى يقدر زوجته إزاي لما تعلم في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس صحيح بتتجوز عادي لكن لازم نقول للناس في شيء مسكوت عنه ممكن يؤدي لكوارث وهو الجواب على سؤال مهم جدا كلنا لازم نسأله لنفسنا حتى وإحنا متجوزين هو إحنا مؤهلين كأسرة من خلال أسرة المنشأ وجزوجين إن إحنا نتجوز ونقيم أسرة أو نستمر في الأسرة يعني إحنا عندنا من المهارات ومن الجدارات ما تجعلنا نأخذ هذه الأسرة إلى بر الأمان أنا عارف أن أنتم بتسمعوني دلوقتي لازم كل واحد فينا يسمع قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع زيرة يا ما ينفعش أن أنت تقول طيب أنا كنت أجيب منين مدى اللي أنا تعلمت عليه وده سلو بلدنا مفيش كده لازم نعرف أنه كمان اللي تربنا عليه اختلف في ثواني إحنا الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي اختلف تماما عن الوضع اللي كان فيه أهلينا اختلف لأن الستات ورجالة أدوارهم في الأسرة اختلفت فالستات دلوقتي اختلفوا عن زمان وكمان الأهداف الزواجية اختلفت عن زمان يعني ايه اختلفوا عن زمان؟ الأدوار اختلفت وكمان أهداف الناس من الجواز اختلفت احنا منشوف حد هدفه في الجواز دلوقتي أنه يبقى عنده بنت أو ابن وخلاص والجواز بعد كده يزول ويذهب من الحاجات اللي اختلفت كمان أنه بقى عندنا ظاهرة دلوقتي مفشورة أو أوي صناعة العداوة صناعة العداوة بتحصل لما كل واحد فينا يعتبر أن شريك حياته بيهدده واحدة واحدة لو أنكم بتسمعوا اللي أنا بسمعه في جلسات الإرشاد الزواجي تحس أن الناس مش بتتكلم عن أزواج ولا بتتكلم عن أحبة بيتكلموا عن مين مش بيتكلموا هي أكيد ما بيتكلمش على وسائط حضرة النبي استوصب النساء خيرا أكيد هو مش ممكن أبدا يكون بيتكلم عن المرأة دي على أن هي وسائط حضرة النبي وأكيد هي مش بتتكلم على الرجل للرسول اللي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد فلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها أكيدهم مش بتكلموا عن كده فتبتدت تتصنع العداوة تتصنع العداوة ليه؟ عشان كل واحد متصور أن هو بيحمي نفسه بيحمي نفسه من إيه؟ من الشخص اللي يستغله ويبتزه ويستهلكه ليه ده كل؟ هو متصور أن هي عدوته لأن هي في الحقيقة هتأسأس ريشه وعتخليه يتسلف من كل الناس وهو متصور هو متصور أن هي عدت أسأس ريشه خليه تسلف من كل الناس وهي متصورة أن هو عايز يخليها أمة جارية لمزاجه بس الكلام ده منتشر فهذه التخوفات بتخلينا نحاول طول الوقت نعمل إيه؟ نحمي نفسنا والأمور دي بتأدي بين الزوجين أن ما يبقاش فيها هدف مشترك وأن الزوجة تحاول أنها ما تخضعش ما تخضعش يعني إيه؟ ما حد تشطلب أنها تخضع لكن في نفس الوقت ما تبقاش إيه؟ حاسة أن هي في أمان وهي أخذت الصورة وهي بتكافح وبتقاتل من أجل أن هي ما يحصلش الصورة القديمة للأم والسيدة اللي كانت موجودة قبل كده وهو غير مدرك تماماً للتغير اللي حصل للستات في الوقتين ده أنا بتكلم بكده عشان احنا مش عايزين نسكت مش عايزين نسكت فنبص نلاقي كم المشكلات زي ما هو آه تغيرت ومش هنا احنا هنا مش في محل تقييم التغير ده كان تغير للأحسن والأسوأ ولكن احنا هنا في موطن تأكيد على إن فيه تغير وعشان كده بنقلنه مثلاً على سبيل المثال الستات بقت النسبة الأكبر منهم بيعمل وزيك هي بتحس بإن هي لابد في مقابل عملها ومشاركتها في نفقات البيت إن يبقى عندها كمان أشياء تتعلق بالامتنان ليها فأدوارها اختلفت في الأسرة فيا بتشتغل فتنفق على البيت وتراعي الأولاد فيا إيه اللي حاصل هو كمان بيطالبها وبيقول لها أنت مأسرة فهي يحصل لها حالة من حالات الاضطراب فتحاول تدافع عن نفسها في حالة من حالات التربص باللاحظة ما بين الزجين وتنافسية غير بريئة دخلت بيوتنا وتحولت إلى صراع فبقى الزنب اللي احنا كنا بنشوفها في الشغر والفخاخ والحاجات المفخخة والحاجات اللي موجودة في مناطق الرعب والخوف والقلق والتنافس والنفسنة بقى كل الحاجات دي موجودة كمان في البيت احنا بقينا مش أزواج احنا بقينا كده خصوم وإحنا محتاجين حد يطلع الخصومة اللي بينا دي أنا بقول لكم أنا حاسس إن احنا كتير من الأزواج أم قاعدين في البيت قاعدين قاعدة الخصوم مش قاعدة الأحبة على فكرة أنت ممكن تزعل من حبيبك بس يفضل حبيبك ولزيك من المبادئ المهمة في حسن العشرة إنه الأسرة زي السفينة والسفينة على فكرة يغرأها أصغر تفكير أخرق ولزيك بنقول كده أصغر خرق في السفينة بيساوي أوسع قبر وده زي ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم سهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هالكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فلذلك أول تحديين في بداية الجواز وساعات بيفضلوا لغاية ما ييجي حد ويصلح التحديين دولة ويجي على الزوجين يستطيعوا أن يتعاملوا ده التحدي الأول هو التحدي من القائد والتحدي الثاني من المعيار طب ليه التحديين دولة موجودين عشان كل واحد بيخاف أنه يتلاشى فإنه حاصل فيقول أنا أقود بدل ما تلاشى أو أنا المعيار بدل ما أزوب فالزوجة بتقول لو عايز تسوق سوق بس ده فخ على فكرة آه صعب طبعاً ده فخ هي أصدق سوق آه عايز تسوق سوق بس لما ترجع لي فيه جزء من العبارة مستخبية لازم تفهمه ومن أوضح الأمثلة اللي تعلمناها الاستشارة في القيادة موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ستنا مسلمة في صلح حضايب إيه؟ بس للأسف في بعض الأقوال في التراث الشعبي بتهددنا وبتدعم أفكار خصومة وتخلي الناس يزيد خفهم من التلاشي الزواجي بل بتحط فتيل كده عشان ينفجأ تنفجر القنبلة في أي وقت زي مثلا بتقولك شورة المرأة بخراب سنة طب ليه؟ ليه يا حبيبي؟ طيب ده يخالف قوله وتعالى ولهن مثل الذي علينا بالمعروف كتير بقى ناس بتفهم وبتتجاهل بتفهم على كيفة وبتتجاهل نصوص الشرع الشريف النساء وشقائق ورجال فتنسى كل ده فيبقى الراجل يعتبرها ما عنداش خبرة ومش عارفة حاجة ولا متعلمة فيبقى عيزة خاضعة وما تتكلمش ولا ترفع رأسها ولا تقول أي حاجة والأمر بيبقى مؤلم أكتر لو إنه بيعمل ده كله بيطلب منها نهاية تساهم في البيت ما احنا بنتكلم عن وقعنا ولا احنا بنتكلم عن وقع حد تاني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما قالت لرسول الله عليه وسلم لقد أبدلك الله خيرا منها فقال ما أبدنني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كذب إذ كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس ووسطني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل اللي عملته السيدة خديجة قيمة مضافة في حياته ولذلك هو بيقول صدقتني حين كذبني الناس مرة سألت حد عشان يبان أوي فكرة الخوف من التلاشي دي سألت واحد من الرجال وقلت له وكان صادق قوي قلت له أنت بتخاف أن مراتك تكون مستقلة آه قال لي في الحقيقة أن مراتك تبقى مستقلة هو حاجتين حاجة مخيفة وحاجة لطيفة قلت له إيه الحاجة المخيفة قال لي أن أنا أفقد البطولة أن أنا أفقد أن أنا أكون بطلها وتتولد التنافسية الحاجة التانية أن هي لما تكون مستقلة تقدر تلم وراي الحاجات المتكسرة في البيت أو المهام اللي أنا ما أقدرش أقوم بيها معين على فكرة العقل بيقول أن الغنم بالغرم لكن في كتين من الناس ما بيقدروش يوصلوا لده طب نعمل إيه بقى عشان نخرج من هذه المتاهة متاهة إيه؟ متاعة أن يتاخذ كل واحد مننا درعا في البيت عشان ما نتلاشأش أول حاجة لازم نفهم بشكل واضح أن إحنا البيوت عندنا لا تبنى في التعامل بيننا ما بتتبنيش البيوت على مين صاحب الرقم الأكبر في البيت وعشان كده ما يبقاش فيه تنافس أن كل واحد ياسبت حقه درداجت في بعض الأحيان أنا أعرف ناس جنة في الجلسات الرشاد الزواجي هي كتبة كل حاجة عملتها عشان في وقت الحساب تطلع الدفاتر تطلع الدفاتر عشان إيه؟ لما نيجي نتحاسم نطلع الدفاتر أنا دفعت كذا وأنا عملت كذا وأنت ما عملتش كذا ليه دا كله؟ عشان ببساطة خالص هي شايفة أنها خايفة تتلاشة أكتر حاجة بتساعد الناس على أن هي ما يبقاش عندها مسألة التلاشي دا أن كل واحد من الزوجين يشعر الآخر بالأمان فنصحت للزوجة أول حاجة نصحت للزوجة بلغي في اعتبار زوجك هو بطلك وأمانك أنت مش خسرنا حاجة أنت بتتصور أن الرجال عشان الزوج بيقدم لك نفسه دايما أنه مترفع عن الكلام ومبيحبش الكلام وأنه هو ما عندوش اهتمام بالمشاعر قوي فأنت بتصدق الكلام دا وتصدق أنه مش محتاج أن أنت تمتني إليه وتشكريه على وجوده في حياتك الحقيقة لأ هو محتاج دا وبشدة ورجالة كتير بيحبوا الكلام دا لأنهم بيوروه أنه عامل زي النزمة اللي بتجي لهم في وسط الصيف المتاعب والألام والجراح اللي هم بيشوفوها في حياته آه صدقي كده محتاج كلمة حلوة محتاج طبطبة محتاج يتطبطب عليه عشان هو بيحس في لحظة من اللحظات أنه هو عامل زي الطفل الصغير اللي بيشايلهه أكثر مما يستعب مما يتحمل أقل حاجة هو الامتنان أنه نقول له شكرا أنه نقوله أنت مهم في حياتنا الحاجة التانية هي كمان محتاجة الامتنان بس الامتنان بتاعها محتاج أنها تأكد لها أنه مهما حصل وانشغلت أنها مزارة أنسة مزارة امرأة فيما تتلاشتش هو خايف أن تتلاشى فيه البطولة وهي خايفة أن يتلاشى فيها الأنوسة لو امتنينا لكل واحد وكل واحد أبدأ إعجابه هو يبدأ إعجابه ويبدأ أنه هو نظرته لها مزالت على ما هي عليه بل هو يشوفها أنه يضاف إليها جمال المحبة والحرص وكل ده بيزدها جمال مهم كمان أنه احنا بنتعامل مع بعض نأكد على تلات مفاهيم أنه احنا بنعبد الله في بعضنا أن المرأة محراب للرجل وأن الرجل محراب للمرأة لازم نأكد كمان على أن كل واحد فينا نعمة من نعم ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها يبقى هنا في نعمة هي نعمة وانت نعمة الحاجة تلالتة أنه احنا مهما مر على بيتنا من واجع وديء وقلم البيت ده وقت هيبقى محفوظ محفوظ ليه عشان شطرتنا لا محفوظ عشان مدد ربنا سبحانه وتعالى فمهما كانت المشكلات احنا منتظرين المخرج ومهما كانت المشكلات هنقعد ونكتبها ونشتغل عليها هنقعد والنقشها على الترابيزة بدون خوف ليه بدون خوف عشان احنا أقوية عشان احنا أبطال لا عشان احنا عبيد الرب المتعال اللي يفرج بكون فاحنا ما عندناش مشكلة ما نخافش من المشكلات لكن الاهم من كده ان احنا ما ندريش المشكلات عشان كل واحد فينا خايف يظهر بمظهر الضعف والمشكلات التراكم وبعد كده نيتأذي كل واحد فينا اخر حاجة ياريت كل واحد فينا يتعود دايما ان هو يشوف ان هو احتياجه اللي شرك حياته مش ضعف احتياجه اللي شرك حياته ده من قبيل الحب ومن قبيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الزواج معنى حقيق في حياته كل واحد فينا لما يحتاج للتاني ده معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يشوف المعنى الحقيقي للزواج فخلونا نبقى حريصين على المعنى الحقيقي للزواج ونعمل الاجراءات اللي احنا قلنا عليها دي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويبرك لنا في زواجنا ويخلينا دايما في سعادة وفهنة وفرح يا سادة صفحتنا على الفيسبوك وصفحت بلنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر بنا دائما يجعلنا حاضرين في حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى وناخد أول سؤال أستاذ محمد يتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وكاته أستاذ محمد فضل ونعم الحمد لله أنا سامح حضرينك أستاذ محمد كنت بس يا فندم فحضرتك هل الحقوق الزوجية بين الزوج وزوجته بتتغير بتغير الوقت وهل لو حصلت مشكلة كبيرة جدا لقدر الله بين الزوجين يعملوا إيه عشان قطر الأمور ترجع تصفى تاني بينهم طيب أقول لحضرتك أقول لحضرتك الجواب أستاذ محمد أول حاجة السؤال الأولاني ده في سن تفخ كده اللي هو بيقول إيه هل الحقوق الزوجية بتتغير بتغير الزمان هو عايز يقول إيه عايز يقول له على فكرة الحقوق الزوجية دي سبتة بالشرع الشريف وربنا هو اللي مسبتة طيب ما فيه طريقة تانية بدل ما نضغط على إن إحنا نستخرج الحقوق من حد هو حاسس إن أنا ما بقومش بوجبي عشان يحصل الحقوق طيب نبتدي مشوار تاني وهو ده جواب على السؤال التاني جواب على السؤال التاني مقام حصل في البيوت ممكن البيوت ترجع تاني ليه طيب؟ لأن البيوت لها كأنها لها حالة من حالات نمان والتأمين مين اللي ضمنها ومين اللي مأمنها؟ الله وجعل بينك مودة ورحمة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تعالوا بقى نشوف إزاي كده أنا أقول لحضرتك مؤقتا لو إنك أنت أنت بتقول لنحل إزاي هقول لحضرتك حاجة تعملها وإذا ما جابتش نتيجة في ثلاث تشر تجيلي على مركز الإرشاد الزواجي أول حاجة ابتدي اعمل حوار مع زوجة حضرتك ويتكلموا عن المستقبل والسعادة كل يوم نصف ساعة كل يوم نصف ساعة تاني حاجة ليه طيب؟ لإن هذا الكلام يقرب القلوب ويجعل هناك ألفة واليوم اللي ما تتكلموش فيه قضوف اليوم التالي يعني تتكلموا ساعة فلازم تتكلموا نصف ساعة هتقول لي كتير ما كانت الناس بتشرب شاي العصاري مع بعض كل يوم ما أنتوا قاعدين كل واحد مسجد تليفون أنا أسألك سؤال هو الأحب إلينا أن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا نهدر حياتنا على التصفح صفحات السوشيال ميديا طيب بنصف ساعة تاني حاجة اخرجوا مع بعض خروجة أسبوعية اخرجوا مع بعض خروجة أسبوعية مش لازم تاكلوا دي مش دعوا على العشق اخرجوا مع بعض خروجة أسبوعية تعملوا فيها ايه؟ تخرجوا تشربوا حاجة وترجعوا تاني سواء هتمشي على الجليوكم هتلفوا عربية بس خروجة أسبوعية من غير الأولاد تالت حاجة وأقف عند هنا لأن في أربع خطوات تانية تالت حاجة أرجوك امتني ليها يعني مثلا لو هي سمعاني دلوقتي وإنت قمت بالمبادرة دي هي تمتني لك أن أنت بدرت وسألت عشان تعجل بي المصالحة بينكم وإصلاح ذات البين فهي تمتني لك وتقولك أنا على فكرة ممتنة وشكرا لحضرتك وشكرا لك أن أنت حاولت تسعى في الصلح وتسعى بأن نحن تسأل عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويوسل لنا أمورنا فعلى الأقل لازم نمتني لبعض خمس مرات في اليوم هي تمتني لك بس تمتني على أشياء فعالية بتقع في حياتكم مش أشياء من الخيال أنت عملت حاجة كويسة هي تمتني لك هي عملت حاجة كويسة تمتني لها مهما كان الحاجة دي صغيرة لو عملنا كده أنا أظن أن ده هيعمل فرجة وساعتها نبتدي نعمل ده وإذا ده ما جابش نتيجة في خلال ثلاثة شهر أنا منتظر حضراتكم في مركز الإرشاد الزواجي إذن يا سادة إحنا ممكن لأن البيوت دي ممدودة بمدد ربنا ما فيش حاجة تستعصى على مولانا سبحانه وتعالى ولا في أي مشكلة ممكن نعيش فيها إلى الأبد لأننا عبيد لمن يملك كل أحوالنا وكل مشاكلنا فيا رب اجعلنا دايما في رضاك مازلنا معكم ومع أسئلتكم المباركة نتلقاها ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة ومعانا الأستاذ رامي أستاذ رامي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدالس الشيخ مولانا وأستاذنا ومسانا الأعلى الله يرضى عنك ويزيدك نور وبركة أخبار حضرتك إيه فضل ونعمة الحمد لله رامي عبود محافظة البحيرة وقائد نادي الرياضي البحري منطية الأسكندرية أهلا وسهلا أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك اتفضل يا أستاذ رامي ربنا أسلح حالك يا رب كنت عايز أسأل حضرتك بس عن الكفر بالدين الكفر بالدين أه يعني حد عندك أعلن أنه كافر بالدين يعني دلوقتي حضرت عندنا مشكلة والحد ده فيه واحدة فكة وكده خليته لطم على وشه وفقية بتقوله لما كل ما بتها يستلم كده تقوله حيات ربنا اللي الناس بتصلي وتصوم عليه فإلا ما تخلينيش أسابي بالدين لربنا أو ما تسابش بس يعني بالنسبة للسؤال ده طيب كل دي قلة أدب بس نبتدي بس إن دي كلها قلة أدب وكبائر والشخص لو قاصد لو هذه قلة الأدب دي هو قاصد بس إن هو يعبر عن قلة أدبه فهو are صاحب كبيرة يتوب إلى الله سبحانه Lab ولا يقولي الشهدتين ولا يختسل ولا أي حاجة وبلاش إن يتعامل مع ده على أن نوع من أنواع الكفر هو يتوب إلى الله سبحانه Lab ولو كان بيمارس ده وبعيده ويمارس ده على إنه نوع من أنواع قلة الأدب يتوب إلى الله سبحانه defect ويحاول بقدر الإمكان أنه يشوف حل لهذا الخلق السيء أي حد بيتجرأ ويوصل لهذا المستوى الدنيء من الأخلاق لازم يشوف له حل لازم يشوف له حل حد يعالج له ويعمل له تعديل سلوكي هذا سوء أدب لا يسكت عليه لكن ما حدش عشان هو سوء أدب يروح موصله لمسألة الكفر هو ده سوء أدب لا يسكت عليه ده محتاج تعديل سلوكي على طول مش أنت لما تنفعل عايز تحضرك توصل الانفعال إلى قمته فتصل إلى هذه السخافة والسماجة لا ما ينفعش سواء بقى في لطمك على وشك سواء بقى في زعمك أن أنت عشان توصل أن الناس أن أنت في قمة غضبك أن أنت توصل في زعمك أن أنت هتتعدى لله حشاه تعالى عن ذلك علوا كبير فأنت ببساطة خالص تتوب إلى الله وهذا بالنسبة لك ليس بكفر أحدك تتفضل مشكوراً تروح لحد يعمل لك تعديل سلوكي وما تتمدش في ده وكل اللي حواليه يحاولوا بقدر الإمكان يقولوله هذا الكلام مرفوض وإحنا لا نقبله ولا يقبلوا الابتزاز ولا التهديد منه أن الكلام ده نوع من أنواع تهديدهم وابتزازهم العاطفي أن سكتوا وإلا أعمل كده لا ده سوق خلق وهذا من نوع سوق الخلق الذي لا يستجاب له يعني الناس ما تتعاملش معاه كده بإيه ببساطة لا تتعامل معاه بحس ويرجو أن يكون الكلام واضح يا أستاذ رابي